بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تصبح كمالة هارس أول امرأة تحكم أمريكا؟ هذا ما تخبرنا به خلفياتها ومسيرتها السياسية للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها نتابع معكم ما كتبه خير الدين الجبري للتفاصيل كونوا معنا حتى النهاية يقول الجبري بعد ثلاثة أسابيع من المناقشات المريرة في وسائل الإعلام الأمريكية والأخذ والرد داخل إدارة الرئيس بايدن نفسها تحققت رغبة 61% من الأمريكيين الذين أرادوا تنحي جو بايدن بحسب أحدث نتائج استطلاعات الرأي وتنحى بايدن جانبا ليفسح المجال لنائبته كمالة هارس وأكد بايدن أنه يؤيد هارس لخلافته قبل 107 من موعد الانتخابات في حين سارع كبار أنصار الحزب الديمقراطي بالإضافة إلى أوباما وبيل وهيلاري كلينتون إلى دعم هارس والتبرع لحملتها لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي أمام المنفس القوي ترامب وفي أول تصريحاتها بعد قرار بايدن قالت هارس سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي وتوحيد أمتنا لهزيمة دونالد ترامب وأجنداته المتطرفة أمامنا 107 أيام فقط حتى يوم الانتخابات سنقاتل معا وسنفوز معا ورغم عدم تمتعها بخبرة أو كارزمة تنافس ما لدى ترامب إلا أن التأييدات الكبيرة لترشيح هارس والتبرعات المتدفقة لحملتها إلى جانب مخاوف الدمقراطيين من إضعاف مرشحهم المفترض في مواجهة ما يعتبرونه تهديدا وجوديا أمام ترامب تجعلها الأكثر ترجيحا لأن تكون المرشحة الرئاسية لدى الدمقراطيين رحلة الصعود نحو البيت الأبيض من هي كمال هارس يعد صعود كمال هارس والبالغة من العمر 59 عام كأول امرأة سوداء وأمريكية من أصل أسيوي تتولى منصب نائب الرئيس إلى أن تصبح الآن قائدة لحزب رئيسي مثل الحزب الدمقراطي نحو أهم منصب في الولايات المتحدة أمر تاريخي وغير مسبوق كما يقول موقع أمريكي مختص ولدت هارس في أوكلاند في كيلفورنيا وتخرجت من جماعة هوارد وجماعة كيلفورنيا من كلية للقانون وتصنف كمالا على أنها هندية ومن أصحاب البشرة السوداء لكنها ترى نفسها أمريكية بالدرجة الأولى نشأت هارس في مدينة بروكلي بولاة كيلفورنيا الأمريكية واعتادت منذ صغرها على ارتياد كنيسة السود المعمديانية حيث غنت مع أختها في جوقتها الموسيقية واعتادت أيضا على ارتياد أحد المعابد الهندوسية وبدأت هارس ابنة المهاجرين من الهند وجمايكا حياتها المهنية كمدعية عامة حيث قضت ما يقرب من ثلاثة عقود في إنفاذ القانون وبدأت كمدعية عامة محلية ثم أصبحت مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو قبل انتخابها كمدعية عامة لولاية كيلفورنيا في عام 2011 وشهد سباقها لمنصب المدعي العام في 2003 فوزها بأصوات أكثر من أي مرشح آخر يترشح لهذا المنصب على مستوى المدينة في ذلك العام بعد هزمتها لمرشح شغل ذلك المنصب لفترتين متتاليتين لم يتم الإعلان عن ترشيح هاريس الأول لمنصب على مستوى الولاية في عام 2010 حتى بعد أسابيع من يوم الانتخابات وفازت هاريس بأقل من نقطة مئوية عن مرشح كان يحظى بشعبية كبيرة وحتى يومنا هذا لم تخسر هاريس أي انتخابات عامة بما في ذلك ترشوحها لمجلس الشيوخ في عام 2017 وباعتبارها ثاني امرأة سوداء تنتخب لمجلس الشيوخ الأمريكي على الإطلاق فازت هاريس بمقعدها في ظل ظروف فريدة فلأول مرة منذ بدأت كالفورنيا التصويت المباشر على المقاعد في عام 1914 لم يتأهل أي جمهوري إلى جولة الإعادة الانتخابية للولاية على مقعد مجلس الشيوخ بعبارة أخرى كان على هاريس هزيمة مرشح دموقراطي آخر للفوز تجربة هاريس في مجلس الشيوخ ومناظرتها لبيدن بمجرد دخولها مجلس الشيوخ عجينت هاريس في لجنتين الأمن الداخل والاستخبارات ثم في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ وهو ما منحها منصة لاستجواب مرشح ترامب للمناصب القضائية حيث اشتهرت هاريس باستخدام خبراتها في الاندعاء العام لتعزيز الأولويات الدموقراطية ورغم أدائها في مجلس الشيوخ أصبح معروفا بين الخبراء السياسيين فإن أكثر لحظاتها شهرة كانت قبل انتخابها نائبة للرئيس حيث كان ذلك على حساب بايدن أثناء حملتها للفوز بترشيح الحزب الدموقراطي للرئاسة في عام 2020 كانت كمال هاريس قد لفتت انتباه البلاد بإطلاق حملتها الانتخابية في أوكلاند بولاية كالفورنيا قرب مسقط رأسها حيث عمل والدها وعملتها كمدعية عامة ولكن في المناظر الأولى للحزب الدموقراطي استهدفت هاريس بايدن آنذاك بشكل مباشر وانتقدت هاريس بايدن التي أصبحت نائبة له لاحقا بسبب التعليقات التي أدل بها حول السياسيين المؤيدين للفصل العنصري الذين خدم معهم خلال 36 عاما قضاها في مجلس الشيوخ الأمريكي خصيصا أولئك في مجلس بلديتها المحلي حيث قالت إنها كانت تمنع من ركوب الحافلة العامة وهي صغيرة بسبب لون بشرتها ورغم الأداء القوي الذي قدمته في المناظرة ضد بايدن فإن حملة هاريس الرئاسية لعام 2020 كانت تعاني من الفوضى وغياب المقترحات السياسية المقنعة فقد أدت استطلاعات الرأي المتقلبة وأرقام التمويل إلى تعليق حملتها قبل أشهر من مؤتمرات أيوة تمهدية وقبل وقت طويل من الإدلاء بصوت واحد في الانتخابات التمهدية الدموقراطية ومع ذلك فإن أداءها القوي في المناظرات أثبت أنها سياسية جيدة وخصم لا يستهان به في المناظرات وقد تم استعراض هذه المهارات بشكل جيد بشكل خاص عندما استخدمتها ضد نائب الرئيس ترامب أنذاك مايك بينس في مناظرتها عام 2020 كيف كانت تجربة هاريس في منصب نائب الرئيس؟ رغم أن هاريس تركت مقعدها في مجلس الشيوخ عن ولاية كالفورنيا بعد توليها مهام نائب الرئيس في عام 2021 إلا أن مجلس الشيوخ المنقسم بنسبة 50-50 بين الدموقراطيين والجمهوريين شهد قضاء هاريس جزءا كبيرا من وقتها في أول عامين لها في منصبها مع زملائها في المجلس لتكون عاملا حاسما في التشريعات الرئيسية التي تدعمها إدارة بايدن هاريس لكن خارج نطاق واجبتها كعضو في مجلس الشيوخ قرر بايدن تكليف هاريس ببعض الحقائب الرئيسية للقيام بها وكان أبرزها ملف الهجرة وهي قضية صعبة بشكل خاص تظل نقطة ضعف انتخابية رئيسية للمرشحين الدموقراطيين في جميع انحاء الولاد حيث تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب جهودها غير الفعالة في معالجة الأسباب الجذرية لتدفق الهجر القياسي إلى الولايات المتحدة لكن بشكل عام كان حضور هاريس ضعيفا في سنوات ترامب الرئاسية حيث لم تكن تمتلك كارزما لإقناع جميع الأمريكيين بها وفي نفس الوقت لم تكن حاضرة كثيرا في العديد من الملفات الخارجية على عكس بايدن عندما كان نائبا للرئيس أوباما بعد الأشهر التسعة الأولى من توليه منصبه وأبرزها الانسحاب الأمريكي المثير للجدل من أفغانستان في سبتمبر 2021 لم تتجاوز معدلات تأييد بايدن 45% وبعد ذلك اتجه معدل تأييد بايدن بشكل عام في اتجاه واحد فقط للأسفل وظل الحل كذلك حتى أدائه السيء في مناظرة 27 يونيو حزيران أمام ترامب وعلى الرغم من انخفاض شعبية بايدن في السنوات الثلاث والنصف التي سبقت 27 من يونيو حزيران فإن شعبية هارس كانت أسوأ باستمرار مما يجعلها واحدة من أقل نواب الرئيس الشعبية في تاريخ الولايات المتحدة وعلى مدار العام الماضي وحده انخفضت نسبة شعبيتها من متوسط بلغ 41% في يوليو تموز 2023 إلى حوالي 38% في يونيو حزيران ويوليو تموز 2024 مع ذلك أشارت استطلاعات الرأي التي صدرت في يوليو تموز 2024 لأول مرة أنها تفوقت على بايدن الذي بلغت شعبيته إلى 38% في معدلات التأييد والأمر الأكثر أهمية بالنسبة للدموقراطيين هو أن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة المتأرجحة الرئيسية أشارت إلى أن هارس من المرجح أن تحقق أداء أفضل بكثير في صدارة قائمة الدموقراطيين مقارنة ببايدن ضد ترامب بعبارة أخرى تعد هارس الوريثة الواضحة لبايدن ليس لأنها بدأت تبدو أفضل ويحبها الأمريكيون كثيرا ولكن لأن بايدن استمر في الظهور بشكل أسوأ الطريق الصعب هل تصبح كمال هارس أول امرأة تحكم أمريكا؟ تقول صحيفة نيتيميس الأمريكية أن لدى هارس فرصة للفوز على ترامب برغم العديد من العقابات أمامه وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة تتخلف هارس عن ترامب بنقطتين مئويتين في المتوسط على المستوى الوطني بنسبة 46% مقابل 48% وهذا يمثل تحسنا بالمقارنة مع بايدن الذي يتخلف عن ترامب بثلاث نقاط مئوية في متوسط استطلاعات الرأي 47% لترامب مقابل 44% لبايدن لكن على العديد من الأصعدة لا يزال الطريق أمام هارس غير ممهد والوقت أمامها ضيق ففي حين ينظر إلى منصب نائب الرئيس في كثير من الأحيان باعتبار حجر الأساس في الوصول إلى الرئاسة فإن بايدن وجورجو بوش الأب وريتشارد نيكسون هم نواب الرئيس السابقون الوحيدون الذين نجحوا في الفوز بالمنصب خلال الانتخابات منذ ما يقرب من قرن ونصر وقد سعى ما مجموع 17 نائب رئيس إلى تولي المنصب لكن 5 منهم فقط نجحوا بذلك وسوف تعلن هارس قريبا مرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملتها ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون رجلا معتدلا يستخدم لطمأنة الناخبين الذين يخشون أنها أكثر تقدمية من بايدن لكن تقول إحدى المجلات الأمريكية أن هارس ليست صاحبة رؤية أو أيديولوجية أو كاريزما كغيرها ممن سبقوها في منصب نائب الرئيس حيث أن الحياة في ولاية كالفورنيا والعمل فيها شكل شخصية هارس ملتوية ومرنة وتركز دائما في الحديث على المستقبل فعندما تحرك حزبها إلى اليسار غيرت مواقفها بشأن قضايا مثل عقوبة الإعدام والتي أيدتها في البداية ثم عرضتها ورفضها منتقدوها ووصفوها بأنها انتهازية تتمتع بطموح طويل وتفتقر إلى القناعات ويسمعه وجدت صعوبة في التخلص منها حتى الآن في الوقت نفسه تواجه هارس صعوبات كمتحدثة ارتجالية وهي إحدى الكفاءات الأساسية المطلوبة في الحياة السياسية خصيصا هذه المناصب الحساسة مما يجعلها ضعيفة في المناظرات أمام ترامب فيما يتعلق بالسياسة الداخلية ستمتلك هارس سجل إدارة بايدن الذي لا يحظى بشعبية على الرغم من التشريع الرئيسي الذي أقرته لتصنيع الرقائق محليا والاستثمار في الطاقة الخضراء ويهاجم حلفاء ترامب الفعل باعتبارها قيصر الغزو للدور الرسمي الذي لعبته في العمل على قضية الحدود الجنوبية وعدم إيجاد حل للهجرة غير النظامية لذا ستحتاج إلى الرد على هجمات ترامب العنيفة عليها بشأن الهجرة ووضع أجندة سياسية داخلية جديدة وأكثر طموحا للسنوات الأربع المقبلة أكثر إقناعا مما قدمه بايدن أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وضعت هاريس نفسها كوسيطة دموقراطية في القضايا التي تخص الناتو وأوروبا وهي مؤيدة صريحة للمساعدات القوية لأوكرانيا ويبدو أنها ستتبع على الأرجح خطوط إدارة بايدن في السياسة الخارجية على الأقل خلال الحملة الانتخابية وفي مواجهة ترامب ومرشحه لمنصب نهو الرئيس فانس فنا ستقدم تناقضا واضحا حيث أن الأزمات العسكرية أو أزمات السياسة الخارجية غير المتوقعة تظل هاريس غير مختبر فيها إلى حد كبير في النهاية لكي تفوز هاريس سيتعين عليها توحيد حزبها في ظروف صعبة وإثارة اهتمام الناخبين والتصدي لضربات ترامب واكتشاف المواهب اللازمة للقيام بحملة انتخابية تحت ضغط الوقت في الختم متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا أراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة